موسيقى عندنا في مصر عدد مش قليل من زوي القدرات الخاصة واحدة من الجهات المهتمة بالمجال ده نظمت ندوة عن دمج زوي القدرات الخاصة في المدارس واللي حضرها عدد من أولياء الأمور اللي عندهم أولاد من زوي القدرات وتكلم فيها متخصصين عن الدمج ومزاياه وعيوبه إن فيه أطفال زوي عاقة هيبوا معانا مثلا الفترة الجاية وبقدم نمازج ليهم وده المفروض يحصل زي الإبداعات الموجودة عندي ده كترة جمعة مكففين عندي فنانين تشكيليين من الصوم عندي أبطار رياضيين من الإعاقة الزهنية والحركية النمازج دي لما أقدمها للعاديين صدقني ساعتها هيغير الفكر وهتتغير الرؤية تماما إن أنا ما ببصلوش إن هو اعتمادي أو غير قادر لا ده قادر وبيشتغل وبيينتج أو بطل أو الجمهورية في تعليمه أو رياضيا أو ما شابه الموضوع مهم جدا هو المفروض يبقى فيه دمج بس الطريقة في الدمج في مصر أو في المدارس في مصر مش محققتش الهدف منها لأن معظم أولياء الأمور اشتكهم من الموضوع ده يعني إحنا عندنا الأولاد زي ما السيدة عامونا بتقول إن فيه الأولاد بيحرقوا إن هم بيقولوا إن إحنا في الدمج بيحسوا إن أولاد دول بتوع الدمج في المدرس الولاد بيحس إنه معزول مع إنه كان في المدرسة الأولانية يعني كان مع زميله كلهم ده دلوقتي بيقولوا ليك ده 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 دمج فدي مشكلة التانية مشكلة أن المدرسين مش مؤهلين إن هم يدرسوا للأولاد دي إن هم زو الأحتياجات مش مؤهل إنه هو يدرس لأصامل لغة الأشرة مش حريفة إنه هو يتعامل مع اللي عنده توحد الكفيف طريق برايل زو القدرات الخاصة بيبدعوا أول ما تتسب لهم المساحة وجزء من المساحة دي بيوفرها المجتمع والناس في الشارع مش بس أهل الطفل أنا شفته مش كتير لإني كنت حصل موقفين معي كان في حد يعني مش أقول كزماء قصير القامة بسبب التعامل للناس معي في العربية فإنه مش حارف يطلع عربية نزل مش حارف يطلع نزل ومشي على جنب كده متضايق جدا حد تاني الطفل عنده عاقة مع مامته فمتضايق في العربية فالناس عملا يا حاجة خليه يسكت فإنه يا جماعة هي مش بيقديها هو ده هو كده وكانت أدعبا أعتقد كان طفل توحد لإني تصرفاته غير الطفل المعاقة لإني طفل توحد ببقى عاقة زهنية بس فأعتقد أن عندنا برضو ما فيش تقافة ما فيش بقية بحاجة زي كده ومش متقبلين حاجة زي كده اسمك إيه أعلى إزايك يا رانيا عاملة إيه إيه نسا عندك كم سنة غصة 16 سنة أهلا وسهلا بحضرتك مامة رانيا يعني قوليلي قد إيه موضوع الدمج في المدارس مهم بالنسبة لزوي الكدرات الخاصة طبعا المدارس مش مش قوي يعني إحنا رحت المركز عند أبلمونة وتعلمة الرسم وتعلمة الكتابة والقرية بصراحة الله يبارك لها أبلمونة في مشوار التحدي تجربة الدمج لزوي الكدرات الخاصة في المدارس محتاجة شوي التفكير ونظرة جديدة من المسؤولين والخبراء والمجتمع أصحاب الكدرات الخاصة هم جزء أساسي في المجتمع وزي ما بنطلب من الدولة أنها تهتم بمواطنيها الأهم مننا كأفراد في المجتمع ده نبدأ نتعامل مع زوي الكدرات الخاصة على أنهم ناس مبدعين وطبعيين ويقدروا يقدموا زينا وأحسن مننا كمان لو أطحط لهم الظروف من سائد صاوي فريد أدور سي تي في مبدأ تكافل الفرص أو التكافل الاجتماعي بشكل عام ما بين الأطفال دول قدرات الخاصة أو ما بين الأشخاص دول قدرات الخاصة والأشخاص الطبعيين حاجة مهمة جدا لأنه هما ليهم الحق أنه يكلهم فرصة في المجتمع ليهم الحق أن يتم التعامل معاهم زي أي شخص تاني ليهم حق أن يتم الدمج ما بينهم وما بين المؤسسات المختلفة سواء في التعليم أو في أي تخصص آخر الحقيقة أنه الدمج ما بين الأشخاص الطبعيين أو الأطفال العاديين والأطفال دول قدرات الخاصة حاجة مهمة بس برضو محتاجين نعرف هل علشان يحصل دمج لازم يكون فيه شروط معينة هل فيه وقت معين ينفع فيه الدمج ووقت ما ينفعش يحصل فيه دمج هل بعض الإعاقات أو بعض الأشخاص دول قدرات الخاصة ينفع أن ندمجهم وأشخاص تانيين بأنواع إعاقات تانية ما ينفعش يتم الدمج ما بينهم وما بين باقي الأشخاص ده اللي هنتكلم عنه النهاردة كمان وعن فكرة الدمج ومعنى الدمج مع طفتنا اللي مش شرفانا جدا وجودها معنا النهاردة أستاذة نيفين عمر ماجستير التربية الخاصة أهلا بيكي أهلا بيكي شرفاني من وراني ربنا يخليكي أهلا بس أهلا بيكي أولا نعايز أعرف معنا كلمة الدمج المعنى السليم علشان نعرف نكمل كلامنا حضرتك تكلمتي أنه مبدأ تكافؤ الفرص دي حاجة مهمة جدا هي اللي تعاملت عشانها أصلا فكرة الدمج الدمج المفروض أنه كل الأطفال والأشخاص كل الأشخاص ده والإحتياجات الخاصة ليهم حق زي كل الطبيعيين في المجتمع فمن حقهم أن هم يبقوا موجودين في كل مؤسسات المجتمع بشكل طبيعي جدا الدمج هو يعطاء الفرصة للطفل أو الشخص من ده والإحتياجات الخاصة أنه هو يمارس حياته بشكل طبيعي في وسط كل المؤسسات وطبعا هناك أنواع عديدة جدا للدمج ده فيه دمج التعليمي زي ما حضرتك ركزت في كلامك عن دمج المدرسة إنما إحنا منحاول نخرج الفترة دي والسنة دي كمان زي ما حضرتك برضو نوهتي في البداية أنه الرئيس أطلق مبادرة العام ده عام ده والإحتياجات الخاصة يعني معناها أنه فيه توجه من القيادة السياسية في مصر للاهتمام بقى بالفئة دي اللي أنا الأوان ليها أن هي تاخد حقها شوي والبنك الوطني الدولي البنك الدولي أصدر كده يعني يمكن إحصائية أنه فيه في مصر 17 مليون فرد من دول إحتياجات الخاصة يبقى أصبحت عندنا نسبة كبيرة وحقها كده يعني حق يكفر الدستور أنهما الدولة مفروض يكونوا فعلا موجودين ضمن كل حاجة فالدمج ده تعريفه أنه حق كل شخص من دول إعاقة أنه يأخذ كل فرصه كاملة سواء في التعليم أو في العمل أو في الحياة وحتى في المجتمع مع الأفراد العاديين في الترفيه والرحلات والمناسبات العامة طب خليني كده أتكلم مع ريك أنه أي حاجة في الدنيا بتحصل المفروض يبقى لها شروط يبقى لها قانون يبقى لها يعني قواعد معينة بنبدأ نمشي عليها علشان تتم الخطوة اللي احنا عايزين ناخدها بشكل سليم فكرة الدمج هل لها قواعد علشان أعرف يحصل الدمج ده بالشكل الصح هل في مثلا وقت معين ينفع يحصل في الدمج ووقت تاني لأ طيب هو بالنسبة للدمج هو حددت كلمتي في شقين في شق وجود القانون القانون موجود حتى من 2015 في دمج الأشخاص ده والحتاجات الخاصة في المدارس وصدر السنة دي كمان قانون جديد أن كل جماعات مصر دامجة يعني كمان على مستوى ده مستوى التعليم إنما الشروط بقى هو لازم قبل ما يطلع القانون ويطلع القرار نجهزله نجهزله الإمكانيات اللي تخليه قابل للتطبيق فعلا يعني هتلاقي فكرة الدمج مطبقة في المدارس من سنوات من قبل 2015 إنما فيه بصعوبات كتيرة بيواجهوها الأطفال المدمجين دول والأطفال كمان الطبيعين المدمج معهم الأطفال فشروط الدمج من ناحية نوع الإعاقة إنه لازم نوع الإعاقة ما يكونش إعاقة مثلا عقلية شديدة جدا ما ينفعش دي لها لازم تبقى موجودة في مكان لوحدها غصبا عننا وإن كنا نحاول ندمجها في حاجات تانية ففيه إعاقات زي الإعاقات الحسية كلها الحركية البصرية السمعية ينفع تدمج وعادي جدا أنها تكون مدمجة مع وجود شروط خاصة كده للأماكن اللي هيتلقوا فيها التعليم وكمان للمناهج اللي هتدرس وللناس اللي هتدرس فيبقى لازم عشان نقدر نعمل الدمج بطريقة سليمة لازم نعمل له المنظومة كلها تكون صح نعمل أشخاص مدربين للتعامل مع دول إحتاجات الخاصة نعمل أماكن مخصصة تقدر تتعامل معهم ومناهج كمان تدرسية تتناسب معهم إنما يمكن لو جينا نقول هنعمل مناهج تدرسية تتناسب معهم يبقى خرجنا شوية من فكرة الدمج إحنا هدفنا إن هم يكونوا في وسط البيئة الطبيعية يكونوا طبيعيين زيهم أو يتم يعني الدراسة اللي بدرسوها تبقى زيها زي الشخص الطبيعي هنا هنلاقي بقى فيه أنواع من الدمج مختلفة فيه الدمج المكاني إن المؤسسة التعليمية موجودة في مكان واحد بس فيه إدارة مخصصة لدول وإدارة مخصصة لدول فيه نوع آخر من الدمج بيكون فيه فصول عادية الأطفال موجودة في الفصول العادية ده بالنسبة للمدارس بنتكلم عن المدارس الأطفال موجودة في الفصول العادية لكن بتخرج وقت من اليوم تروح فصول خاصة أغرف المصادر تاخد فيها خدمة زيادة شوية في التعليم عشان هم زي ما بنقول عليهم ذوي إحتياجات خاصة فهم محتاجين شيء زيادة ليهم متطلبات تعليمية أكبر شوية فبياخدوها في أماكن تانية مع ناس متخصصين يمكن حسة في اليوم وفيه نوع تاني من الدمج دمج بس في الأنشطة إن الأطفال موجودة في فصل وفصل لكن بنزلوا مع بعض دايما في فترة النشاط يكونوا موجودين سوى في اللعب وفي الفسحة وفي الرحلات وفي الحاجات دي الجديد بقى دلوقتي وهو يعني مش جديد قوي لكن نسبياً يعتبر جديد الدمج في الجامعات يمكن العاقة الوحيدة اللي كان لها الحظ أنها تكون في الجامعات هي العاقة البصرية كانت موجودة في كلية الأداب جامعة عن شمس وفي كليات أداب تانية إنما بدأ دلوقتي كمان اتجاه جديد وطلع قرار من رئيس الوزراء أن كل الكليات دمجة يبقى معنى كده أن أنا أقدر الوقت كأم لأي شاب خلص سنوي وهو عنده إعاقة سمحت له أصلاً أثناء الدراسة السنوية أن يكون مدمج فيبقى لازم كمان يكمل دمج مش هيجي ويقف عند سنوي أو عند إعدادي ونقول له خلاص كده خلص الدمج بتاعك لازم يبقى عنده حق كمان في الالتحاق بالجامعة طيب بس دي نقطة كنت عايزة أستعال حالك فيها برضو فكرة أنه بما أنه خلص يعني صدر قرار بأنه الجامعات كمان تبقى كلها دمجة الشخص اللي ما سمحلوش أو الشخص ده ولكدرات الخاصة اللي ما تسمحلوش طول فترة دراسته أنه يبقى في مدرسة دمجة هل هينفع أنه يبقى أو داخل جامعة يعني يبقى فيه دمج في حياته فجأة كده في فترة الجامعة ولا لازم علشان يحصل الدمج ده وعلشان هو كمان يدخل جامعة من الجامعات الدمجة لازم يبقى هو عدى بمراحل قبل كده حصل فيها موضوع الدمج طبعا لازم يكون عدى بمراحل لكن فيه مثلا مركز تعليم الكبار كنت أنا لسه من يومين كده في ندوة في كلية التربية جامعة عن شمس بتتكلم عن دور الجامعة وتمكين داوي الإحتاجات الخاصة وبيطلقوا مشروع أطلقته جامعة عن شمس المركز كده جديد لتعليم الكبار اللي هما من ذوي الإحتاجات الخاصة يعني اللي فاتهم زي ما حضرتك بتقولي فرص إن هما يكونوا مدمجين في مدارس فالوقتي عايزين ندخلهم جوه الجامعة كمان وهم حصلوا على شهاداتهم بس منفصلين ما كانوش موجودين جوه مدارس بيواجهوا مشكلات طبعا في إن أنا مقدرش وهما كبار فجأة هدخلهم كده وجوه المجتمع التعليم فدول لازم لهم إعداد نفسي وإعداد سيكولوجي كده معين وسلوكي كمان علشان نقدر نتعامل وقبل ده كله بقى المهمة أو التوعية الناس هو حضرتك عارفة مشكلة الدمج مش في الأطفال المدمجين قدم هي في الآخرين اللي هما الطبيعين والعاديين كنت يسألها ديك هو مين المفروض اللي يكون مؤهل الشخص اللي هو دول قدرات الخاصة ولا الشخص الطبيعي اللي هيتعامل مع دول قدرات الخاصة بالزبط كده الشخص الطبيعي هو اللي محتاج هو اللي محتاج مزيد من التوعية ومحتاج تآهيل عشان يتقبل وفي البداية محتاجين زي ما أنا جيت برضو هنا مع حضرتك وتناولنا الموضوع ده قبل كده محتاجين تغيير نظرة المجتمع للشخص من دول إحتياجات الخاصة وده يجي من خلال برامج زي اللي حضراتكم بتعملوها وبرامج أخرى وبيجي من خلال دورات بتعقدها الجماعات والمؤسسات الأهلية كمان ما نغفلش دورها لأنه أغلب شغلنا في مصر أهلي يعني حاجات فردية وحاجات أهلية مش حكومية للأسف يعني الدمج بتاع الحكومة هو اللي في المدارس وهو لسه برضو مش شغال في صورته السليمة ده احنا بنجي حاجات يمكن حاجات تتحكي عليها في المدارس الأولاد الطبيعيين بيروحوا أهليهم يجيبوا شهادات أنه هم عندهم إعاقة عقلية متوسطة عشان يخشوا برنامج الدمج لأن برنامج الدمج بيعمل إيه؟ بيدي مناهج أبسط شوية بيدي امتحانات أسهل شوية وخاصة فيه تلع قرار جديد كمان الأول كانت الشهادة الممنوحة للطفل الطالب بيبقى مكتوب عليها أنه هو عنده نوع الإعاقة بتاعته دلوقتي تشالت الحكاية دي فما بقيتش الشهادة يعني حاجة مشينة فبقى الناس الطبيعيين يسعوا لتبسيط الحاجات على أولادهم يدخلوهم ضمن برنامج الدمج يبقى إذن أنا عشان أعمل برنامج يكون متكامل لازم أعمل كل الجوانب بتاعته لازم أراعي التأهيل بتاع المعلمين اللي هيتعامله ما هو معلمين الأطفال دول طبيعيين عاديين ناس عاديين فلازم يحصل لهم تأهيل ولازم أعمل توعية للمجتمع ده ولازم كمان يكون فيه شروط برضو للقبول زي ما حضرتك قلت مش كل الإعقاط ولا كل الحالات ينفع تدمج طيب حابة أتكلم بقى عن القانون الخاص بدول القدرات الخاصة هل القانون ده يعني أو القانون ده بيشمل مين هل بيشمل بس الأطفال عشان دمجهم في المدارس ولا بيشمل طريق التعامل مثلا معينة من المؤسسات تجاه الأشخاص دول القدرات الخاصة ولا بيشمل الدمج في الجامعات ولا بيشمل فكرة تكافؤ الفرص حتى في الشركات أو في القطاع العام في القطاع الخاص فأيا كان هل القانون ده بيضمن حق للأشخاص دول القدرات الخاصة طيب هو لازم نقول أن كل واحد بقى من الناس اللي عنده حد من دول القدرات الخاصة أو دول احتياجات الخاصة ومسمى جميلة لحضرتك أطلقتيه وناس كتير يتبنوا أنه هم دي فعلا الناس عندها قدرات خاصة عشان قدرت تنجح بالرغم من الاحتياجات الخاصة اللي ليها لتفرق عن غيرها هو لازم كل حد عنده حد من دول يقرأ القانون ده كويس ويتطلع على بنوده لأن هي بتحط حقوق للأشخاص دول في المجتمع ومش للأطفال بس على مستوى المدارس زي ما حضرتك قلت لأ كمان الدمج في الجامعات وكمان ضمان التطبيق الفعلي لنسبة الخمسة في المية اللي كانت من زمان في الشركات والهيئات أنه فيه خمسة في المية من دول احتاجات الخاصة يتعينوا وجدوا برضو أن بيعينوهم في أماكن مش متلاثبة معهم يعني فيه بنت مثلا كفيفة رحت تعينت في مكتب تموين تسجل الناس وكده هي قاعدة ما بتعملش حاجة هي الوظيفة بتاعتها كده طب ما هي الوظيفة مش متلأمة مع الاحتياج بتاعها ولا الاعاقة بتاعتها البصرية ما أنا قادر أوديها مثلا فيه مركز كنت حابة برضو تكلم عنه اتعامل اسمه مركز الإبصار في كلية الأداب جامعة عن شمس المركز ده بيوفر الأدوات التكنولوجية الحديثة للطلاب دوي الاعاقة البصرية بالذات عشان يقرأوا من قارئ الشاشة الأجهزة الحديثة اللي بتخليهم يقدروا يدخلوا على الانترنت ويتطلعوا كده طب ما أنا ممكن أوظف الناس دول هما اللي توظفوا في الأماكن دي يعني دوي الاعاقة البصرية يتعين في المدارس زي ما فيه منهم كتير بيشتغل مع الاعاقة البصرية هيكون أكثر دراية بيها أو حتى لو يكتب حاجات يعمل حاجات عن الاعاقة يعبر عن الاعاقة نفسها من إحساسه بقى ومن شعوره والمراحل اللي مر بيها المراكز دي أستاذا نيفين بتبقى أي حد بيروح يقدم فيها مثلا يعني لو مركز الإبصار ده مثلا أي حد من ضو القدرات الخاصة لعنده مشكلة في موضوع الإبصار أو عنده الاعاقة دي في الإبصار بيروح يقدم مثلا ولا بيحصل إيه يعني طبعا لطلبة الجامعة يعني الكلية أداب من الكليات السبقة فعلا في حكاية الدمج فعندهم طلبة كتير عندهم 180 تقريبا في المركز ده طلبة وطالبات في الجامعة عن شمس فدول من بيروحوا ووفروا لهم الطرق دي عشان الاضطراع ومذاكرة المناهج وأجهزة MP3 تحط عليها الحاجات الكتب بطريقة سمعية بس تليد خل المركز بس من طلبة كلية أداب المفروض لكن هما دلوقتي بيحاولوا من طلبة كل الكلية لكن مش من الجمهور العادي مش من الناس العاديين هما بيحاولوا يفتحوا مثلا مكتبة يعني بيحاولوا يوفروا مكتبة بقى بالطرق الحديثة دي للناس بقى من بره من الخارج وهنا بقى دور المفروض الربط ما بين كل الحاجات ربط بين الجامعة والمجتمع ربط ما بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم يعني احنا عندنا كتب كتيرة جدا وعندنا أبحاث ودراسات علمية وطول السنين بنعمل دراسات ماجستير ودكتوراه لكن إمتى تخش الحاجات دي حايز التطبيق يعني نستفيد بها بقى فعلا في المجال أنا قلت لحضرتك أنه أغلب الأنشطة والشغل اللي مشتغلينه في مجالنا ده هو مراكز خاصة مراكز فيها أخصائي بيجي لطفل يروح للأخصائي ياخد جلسات عنده ويشتغل معاه شوية وينمي قدراته إلا ما احنا عايزين الموضوع يكون مؤسسي شوية ومنهجي أكتر من كده وبفي تعاون ما بين الجهات دي كله يعني لو تم إنشاء مراكز اللي هاتف بتكلمينا فيها دي سواء مركز الإبصار أو المركز اللي كنا بنكلم عنه من شوية حيفرق كتير جدا مع ذو القدرات الخاصة لأنه حيلاقوا مكان يعرفوا يحققوا من خلاله حاجة تساعدهم على أن يبقى ليهم فرص في المجتمع بره أكبر وده يخليني بقى أسأل حضرتك عن فايدة الدمج يعني احنا تكلمنا كتير عن أن المجتمع وارد جدا ما يعرفش يتعامل مع الشخص دو القدرات الخاصة سواء طفل سواء شخص كبير يعني الفكرة بقى كلها أنه الشخص بقى دو القدرات الخاصة لهو هيستفاد إيه من فكرة الدمج لو هو عايش في مجتمع أو بيود مج في مجتمع مش فاهم الشخص ده طيب يبقى هنا عايزين نتكلم عن مميزات الدمج بالنسبة للشخص من دو القدرات الخاصة وعيوبه كمان ليه مميزات بالنسبة له ليه إيجابيات وليه سلبيات ومش عايزين نحصر كلامنا من شوية تكلمنا عن مركز الإبصار مثلا وعن مركز تعليم الكبار كنا حصرين كلامنا عن الإعاقة البصرية إنما مشكلتنا في المجتمع دلوقتي أكبر من الإعاقة البصرية بكتير ومن الإعاقات الحسية الحسية اللي هي السمعية والبصرية والحركية مشكلتنا في الإعاقات العقلية في التوحد كالتراب تواصل كبير هو مش إعاقة عقلية أو ذهنية زي كان التقرير شوية بيقول هو إتراب تواصل أكتر منه لأن في منهم أطفال دوي متلازمة أسبرجر عندهم دكاء عالي جدا ومع سمات التوحد يعني فيه توحد بدرجة متوسطة مع درجة دكاء عالي دول بيدخلوا المدارس وبتعلموا وبيدمجوا دولوا وبيكون معهم بس شادو تيتشر فالموضوع بتاعه مميزات الدمج على الشخص من دوي الاحتياجات الخاصة ده اسمه متلازمة ايه؟ أسبرجر أسبرجر صورة من صور التوحد بس بيكون توحد بدرجة بسيطة مع دكاء عالي يعني أنا أعرف حد عنده ست سنوات وعمره العقلي تلتاشر سنة ومع ذلك وعنده سمات التوحد كلها موجودة فيه فبس ما شاء الله متفوق في الدراسة يقدر فليه ما لازم دول بقى لازم نديهم فرصهم أنهم يدمجوا أكتر فبالنسبة للمميزات بتاعت الدمج مميزاته أن أنا حس أن أنا شخص طبيعي أول حاجة أن ناحية السلوكية والناحية السلوكية بتاعتي هتتغير تبعا لتغير الحالة النفسية هو أنا ليه عشان أم مثلا لطفل من التوحديين أو من دول إعاقة العقلية مش من حقي أدخل به حديقة يلعب زي وزي الأطفال هو موجود في المدرسة فحاسس أنه زي وزي غيره دي المميزات أهمها الإحساس بأنه زي وزي غيره كمان مميزاتها علينا إحنا كمؤسسات توفير الكلفة العالية جدا للمراكز الخاصة ما وأنا محتاج وحدة خاصة لدول إحتياجات الخاصة دي بتبقى ليها تكلفة عالية قوي إنما المساوئ بقى لو إحنا بصينا وخلينا المعيار في المدرسة أكاديمي بس يعني معيار حكمي على نجاح الشخص من دول إحتياجات الخاصة أكاديمي فهنا أنا بظلم الشخص ده لأنه أكيد عنده يعني احتياجات أكتر وعنده برضو مش بيقدر يحصل بالدرجة زي غيره فأنا لو خليت المعيار بتاع حكمي علي أكاديمي بقى أنا هزلمه هزود الهوة برضو اللي بينه وبين الطفل العادي فهو المميزات إنه يكون نفسيته لو أنا طبقت ده صح لو خليته يشترك في الأنشطة أو يشترك في الحاجات ودور على الجزء الكامل جواه التقى الكامل اللي جواه المهوب فيها لأن كلنا عندنا ذكاءات متعددة وكلنا طالما عندنا حاجة يعني وععة شوية أو إمكانياتنا فيها أقل شوية أكيد عندنا حاجة إمكانياتنا فيها عالية فأنا لو نميت ده يبقى أنا هعلي ثقته بنفسه وهعلي وبعدين مميزاته لينا إحنا بقى كمجتمع كلنا نعتد الفكرة وجود الطفل ده فسط الأطفال الطبيعيين في الفصل عادي هيخلي الناس كلها تعتد الفكرة يبقى النهار ده موجود في الفصل بكرة هشوفه في الجنينة وفي الشارع مش هقدر أعمل حاجة شخص طبيعي عادي ماشي فسطنا عادي مختلف يكون بس فيه فكرة إنه هو مختلف عادي فالحقيقة مميزات الدمج كبيرة وعيوبه بقى لو قدرنا نعمل يعني نموذج متكامل ونخدم الموضوع كله وندرب مثلا ما هو النهار ده فيه في المدارس شادو تيتشر المدرس اللي بيطلب المدرسة بتطلب من الطفل وجود مدرس معاه خاص به المدرس اللي معاه ده هو اللي بيساعده إنه يعمل كل حاجة ويخليه تفاعل مع الأطفال العاديين وكده الشخص ده كمان لازم يكون مؤهل مؤهل للتعامل مع الطفل مش مجرد مرافق يعني مش جايباله مرافق لأ جايباله حد من المجال برضو يكون مؤهل هيا كان يعني كنا عايزين نتكلم أكتر عن موضوع الدمج وطري التعامل كمان المجتمع مع دول القدرات الخاصة لأسف وقت الحلقة خلص بشكرك جدا أستاذة نيفين عمر ماجستير التربية الخاصة بشكرك شكرا حضرتك يا فندم شكرا حضرتك مشاهدينا بكرة إن شاء الله صباح جديد وفريق عمل يوم الأربع هيكون مع حضرتكم نشكركوا طبعا على حسن المتابعة وصباح النور موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة